بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي أنيساتي ساداتي الفيديو دوت عن مصطلحات عثمانية كانت بتستخدم أيام الأسرة العلوية أولها الأفندي والأفندي معناها بكل هي كلمة يونانية ومعناها السيد والبيك هي كلمة ذو المقام العالي والباشا هي كلمة كلمة تركية وهي لقب ولكن لا يورص الكوموندان هو رئيس القلعة الكاتخدة أي الوكيل وابراهيم باشا اشتغل كاتخدة لوالي محمد علي 1848 وعباس باشا حفيد محمد علي اشتغل نفس الشغلان هدي الوكيل كاتخدة الكاشف هو الحاكم في الأعمال المالية والرأي فقط الخزندار هو أمين الخزنة حيث كان المال يرسل للأسيتانة وكانت المال اللي بيبعد ده كان اسمه الخزنة أمين الضربخانة هو مدير سك النقود أمير البحرين هو مدير الجمارك الأغا هو الرئيس أما الأغا رسالة هو مدير البريد الملة هو قادي أو حاكم فرمان كان مصطلح بيطلق على الأمر السلطاني بيادة مصطلح فارسي ويعني الماشي مترجلا وكانت بتطلق غالبا على كتيبة المشاة العسكرية جزمة هو حزاء بس باش اللي احنا عارفينه حزاء زوساق طويل اللي احنا كنا بنقول اللي احنا بنقول على البوت في مصر ملس كانت تستخدمه المرأة في الكرن التسعة واشر وهو غطاء لها في الطريق المعي من ألقاب التشريف يشمك غطاء للرأس لنساء الطبقة الأريستوكراطية يشمك عبارة عن طرحة بيضة من نسيج رقيق شابه الشاش كده وكان بيغطي بيه الوجه والبرقع للنساء الطبقة الوسطى الخواجة كلمة فارسية وتعني السيد أو رب البيت الشاه كلمة فارسية وتعني الملك أو السلطان أو الحاكم زعبوت الزعبوت ده هو ما كان يرتدي المصريين كانوا بيلبسوا القميس والسروال وكانوا بيلبسوا في ايه الزعبوت الزعبوت ده كان بينسج يقلا من الكتان يقلا بينسج من الصوف الجوخ ودي آخر حاجة في الفيديو بتاعنا هو الكوماش المنسوك حيث السطوح السطوح الوبارية وليس النسيج العادي لازم نعرفه تحياتي أحمد فرق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة